المترجم للقناة 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 في قوله ومن وافى المقات في أشهر الحج فإنه قد انعقد الإجماع على أن التمتع لا يكون إلا بعمرة في أشهر الحج وأشهر الحج تبتدي بدخول شهر شوال وهي التي قال الله تعالى فيها الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وقوله رحمه الله فإذا حل منها أهل بالحج أي أنه من شروط حصول التمتع الخاص أن يفرغ من أعمال العمراء بالطواف والسعي والتقصير ثم يحرم بالحج من عامه قال رحمه الله وهو يخص باسم التمتع أي هذا العمل أو هذه الصفة من النسك تسمى تمتعا وهو اسم خاص قال وإن شاء أحرم بهما جميعا إن شاء أحرم بهما الضمير يعد على الحج والعمرة جميعا بأن يقول لبيك حجيا وعمرة وهذا ما كان عليه حج النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لبى بالحج والعمرة جميعا دل على ذلك ما في الصحيحين من حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا وقد جاء في الصحيحين أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أتانئات في هذا الواد أتانئات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة عمرة في حجة أي عمرة داخلة في حجة وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا وهذه هو الثاني الذي ذكره من الخيارات التي ذكرها لمن أراد الحجة والعمرة أو من أتى الميقات في زمن أشهر الحج قال وأحرم بالعمرة هذا الخيار الثالث ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف هذا أيضا داخل في القرآن القرآن له صورتان الصورة الأولى أن يحرم بالحج والعمرة جميعا من أول النسك الصورة الثانية أن يحرم بالحج ثم يدخل عليها العمرة وهذا مما حكى عليه جماعة من أهل العلم إجماع على صحته جوازي أن يدخل الحج على العمرة وهو ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها عندما حاضت بسرف فإنها أحرمت العمرة ثم حاضت ولم تتمكن من الفراغ من أعمال العمرة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تمتشط وأن تنبي بالحج فأدخلت الحج على العمرة وهذا ما أشار إليه في قوله أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف أي قبل طواف العمرة فإن كان قد طاف فإن كان قد شرع في طواف العمرة فإنه في هذه الحال ليس له أن يدخل الحج على العمرة لأنه بشروعه في الطواف شرع في التحلل كما يقول العلماء وبالتالي ليس له أن ينتقل إلى الحج ليس له أن يدخل الحج على العمرة بل تبقى عمرة مستقلة قال وهو القران طيب هذا القران ما الذي يميزه عن التمتع الذي يميزه عن التمتع هو التحلل بين الحج والعمرة فالتمتع يتميز عن القران بأن الإنسان إذا طاف أو سعى تحلل بخلاف القران فإنه يبقى على إحرام يطوف ويسعى ثم يبقى على إحرام حتى يحل من عمرته وحجه في تحلل واحد في يوم النحر فالفرق بين التمتع الخاص وبين القران أن التمتع يكون بين الحج والعمرة تحلل أما القران فلا يكون تحلل إلا من النسكين فتدخل العمرة في الحج دخولا كاملا قال وهو القران وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة داخل في اسم التمتع يعني في معناه ذا كأن التمتع هنا هو من حيث أن من حيث إن الإنسان يجمع في سفر واحد بين نسكين حج وعمرة فيتمتع بأن لا يخص كل نسك بسفر بل يجمع نسكين الحج والعمرة في سفر واحد ولذلك سمي تمتعا وهذا يتحقق في المتعة الخاصة التي يحصل فيها تحلل بين الحج والعمرة وبين يشترك فيه العمرة الخاصة والعمرة والمتعة الخاصة والقران لأن القران يجتمع للإنسان نسكين حج وعمرة ولذلك قال وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة وإن شاء أحرم بالحج مفردا هذا القسم الثالث من أقسام أنواع النسك أو من أنواع النسك أو من أقسام الإحرام وأن يحرم بالحج مفردا أي فلا يقصد معه غيره بل يقول لبيك حجا قال وهو الإفراد ومصنف هنا لم يذكر عمرة خلافا لما عليه كثير من أهل العلم حيث يذكرون في الإفراد عمرة فيقولون هو أن يحرم بالحج ثم إذا فرغ من أعماله أتى بعمرة هكذا يذكر كثير من الفقهة في تعريف الإفراد والحقيقة أن الإفراد لا علاقة له بالعمرة العمرة التي بعد الحج إذا فعلها الإنسان لا علاقة لها بالإفراد وإنما يذكرها الفقهة بناء على أن أكثر من يقصد بكة في الزمان السابق مع صعوبة الوصول إليها وعدم تيسر تكرر المجي يقصد بعد الحج عمرة حتى يحصل له فضيلة العمرة فيحرم بالحج ثم إذا فرغ منه أخذ عمرة ولذلك يذكر الفقهة في تعريف الإفراد العمرة وإلا في الأصل أنه لا دخل للعمرة في صفة الحج المفرد فالإفراد لا عمرة معه بل هو حج مستقل يفرد السفر بأعمال الحج دون عمرة فما يذكر الفقهة بناء على ما ذكرت من أنه يصعب في الزمن السابق تكرار المجيء إلى مكة من أكثر الناس نعم فصل في الأفضل من ذلك في الأفضل من ذلك فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج فإن كان يسافر سفرة للعمرة وإلحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج فهذا الإفراد له أفضل باتفاق العمة الأربعة والإحرام بالحج قبل أشهر طيب المصنف رحمه الله في ما يتعلق بأي الأنساك أفضل ذكر ما ترجح له دون نظر إلى ما بين العلماء من خلاف في هذه المسألة ولذلك بدأ قوله في ذلك قال فالتحقيق في ذلك يعني الراجح عنده الذي انتهى إليه بعد المناقشة والنظر والاستدلال أن الأفضل يتنوع باختلاف حال الحاج فليس هناك أفضل مطلق من هذه الأنساك الثلاثة بل الأفضل يختلف باختلاف الحاج باختلاف حال الحاج فإن كان الحاج ينشئ سفراً لكل نسك ففي هذه الحالة ففي هذه الحالة الإفراد أفضل له ومثله من يأتي إلى مكة قبل أشهر الحاج كان يأتي في رمضان مثلاً ويمكث إلى الحاج ففي هذه الحالة الإفراد أفضل له وحكى على ذلك اتفاق المذاهب الأربعة وذلك قال باتفاق الأئمة الأربعة ويقصد بذلك الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة وهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وما ذكره المؤلف رحمه الله هو أحد الأقوال وذكر مثالاً لذلك مثالاً لقوله لأنه قوله لا يختصر على هذه الصورة فقال فالتحقيق في ذلك أنه يختلف أنه يتنوع باختلاف حال الحاج وذكر لهذا صورة واحدة ما ذكر باقي الأحوال طيب إذا لم يكن على هذه الحال ما الأفضل له لم يتكلم عنه المؤلف رحمه الله لأنه لم يرد الخوض في مسألة أي الأنساك أفضل إنما أراد بيان الراجح عنده وهو أنه يختلف باختلاف حال الحاج وذكر لذلك صورة واحدة وهي تفضيل الإفراد فيما إذا كان أفرد كل نسك بسفر أو فيما إذا كان قد جاء إلى مكة قبل أشهر الحج بعمره وبقي فيها إلى الحج ومن يندرج في هذا القول قول من يقول إن الأفضل لمن ساق الهدي التمتع ولمن لم يسق الهدي لمن ساق الهدي القرآن ولمن لم يسق الهدي التمتع فإن هذا نظر إلى حال الحاج فإنه يندرج تحت هذا القول ولعل هذا الترجح مستفاد من مجموعة هذه المسائل هذا الترجح الذي ذكره مستفاد من جملة هذه المسائل وأن الأفضل يختلف باختلاف حال الحاج وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التمتع أفضل بإطلاق وهذا ما ذهب الإمام أحمد ذهب الإمام أحمد إلى أن التمتع أفضل بإطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وتمنى وذهب الإمام الشافع ومالك إلى أن الإفراد أفضل مطلقا وليس فقط في هاتين الحالين وذهب أبو حنيفة إلى أن الأفضل القران مطلقا هذه كم قول الآن في التفضيل اجتمع لنا أربعة أقوال وهناك قول خامس أن هذه الأنساك مستوية في الفضيلة لا فضل لواحد منها على الآخر وهذا أبعد الأقوال عن الصواب والذي يترجح من هذه الأقوال ما ذكره المسنف رحمه الله في التحقيق من أنه يختلف باختلاف حال الحاج نعم والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونة بل مكروه وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع هنا يبين لنا المؤلف رحمه الله حكم الإحرام بالحج قبل المواقيت الزمانية قال الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونة أي ليس مما جاءت به السنة بل مكروه لأنه تقدم على ما جعله الله تعالى محلا لأعمال الحج الله تعالى يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذا الذي عليه عامة العلماء أن الإحرام بالحج قبل وقته مكروه الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه قال رحمه الله وإذا فعله وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع اختلفوا فيما إذا أحرم بالحج قبل أشهره قال شخص لبيك حجا في شهر رمضان مثلا أو في شهر شعبان هذا قبل أشهر الحج لأن أشهر الحج تبتدئ بشوال تبتدئ بشوال فإذا أحرم بالحج قبل وقته هو بالاتفاق مكروه لكن إذا وقع منه فماذا يكون؟ هل يبقى على إحرامه؟ أم يجب عليها أن يتحلل بعمرة؟ هذا ما أشاره بقوله وإذا فعل هذا المكروه بأن أحرم بالحج قبل أشهره فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع؟ من العلم من يقول أنه يبقى على إحرامه حتى يتحلل بالحج ومنهم من يقول أنه يتحلل بعمرة لأنه متقدم على وقت الحج وهذا هو الأقرب أنه يتحلل من إحرامه بالحج بعمرة لتقدمه على المواقيت التي جعلها الله تعالى محلل الحج قال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فجعل فرض الحج في هذه الأشهر ففرضه الحج قبلها لا يكون حجا بل يكون عمرة ولذلك يتحلل من هذا الإحرام بعمرة نعم وأما إذا فعل ما يفعله غالب غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة فهذا إن ساق الهدي فالقران أفضل له وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداء هو أصحابه أمرهم جميعا أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمره إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محله يوم النحر وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه وقرنه بين العمرة والحج فقال لبيك عمرة وحجة طيب كم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأفضل الأنساك قال وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة غالب الناس إلى يومنا هذا على هذه الحال يجمعون بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذو الحجة على قول عامة العلماء فما هو الأفضل له إن ساق الهدي فالقران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يسق الهدي أي لم يأتي معه بهدي من خارج الحرم فالتحلل من إحرامه بالعمرة أفضل لأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه إذن من جاء إلى مكة في أشهر الحج يريد حجا وعمرة ففي هذه الحال لا يخلو من حالين إما أن يسوق هديا أن يأتي من الحل بهدي والهدي إما إبل أو بقر أو غنم من بيمة الأنعام ففي هذه الحال يقال له الأفضل لك الأفضل لك القران أن لا تتحلل إلا بعد أن يبلغ الهدي محلة في يوم النحر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قال لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمره وفي رواية وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو طائفة من أصحابه وقرن هو بين العمرة والحج هذا بيان نسك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبيك عمرة وحجة كما في الصحيحين من حديث أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة فقد كان قارنا وهذا محل اتفاق عند عامة العلم من أهل العلم من قال إنه حجة مفردا ومنهم من قال إنه حجة متمتعا لكن الصحيح أنه حجة قارنا صلى الله عليه وسلم ومناصف حجة وبالإفراد فهو إما أنه مخطئ أو بالنظر إلى بداءة النسك وأنه سمعه في أول أمر يقول لبيك حجا أو أنه نظر إلى فعله فإن فعل القارن لا يختلف عن فعل المفرد إلا في الهدي هذا الجواب عن من وصف حج النبي بأنه مفرد وأما من وصفه بأنه متمتع فهو بالنظر إلى أنه جمع بين الحج والعمرة في سفر واحد وهذا كما تقدم يسمى متعة بالمفهوم العام فبهذا يتبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حجه قارنا ولذلك ذهب بعضها العلم إلى تفضيل القران على غيره من الأنساك نعم ولم يعتمر بعد الحج أحد من من كان مع النبي النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها لأنها كانت قد حاضت فلم يمكنها الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقضي الحائض تقضي الحائض مناسك كلها إلا الطواف بالبيت فأمرها أن تهل بالحج وتدعى فعال العمرة لأنها كانت متمتعة ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم والتنعيم هو أقرب الحل إلى مكة وبه اليوم المساجد التي تسمى مساجد عائشة قوله رحمه الله ولم يعتمر بعد الحج أحد من من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة وحدها هذا بيان للواقع الذي كان عليه العمل زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك زمن الصدر الأول من سلف الأمة في عهد الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يجمعون بين العمرة والحج بل لم ينقل عن أحد أنه اعتمر بعد الحج في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء عن عائشة وكان لعذر وهو أنها أحرمت بالعمرة لكنها لم تتمكن من إتمامها لأجل الحيظ فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة وحبت رضي الله عنها أن تأتي بعمرة مستقلة على نحو ما نوت قبل أن يدهمها الحيظ الذي منعها من إكمال عمرتها فأعمرها النبي صلى الله عليه وسلم من التنعيم وهذا يبين أنه لا يشرع للحاج بعد فراغ من أعمال حجه أن يأتي بالعمرة فإن النبي حج معه جمع كبير من أصحابه يزيدون على مئة ألف في حجة الودع ومع هذا لم ينقل أن أحدا منهم اعتمر بعد حجه فما يفعله بعض الناس من تكرار العمرة بعد الحج هذا غير مشروع ولم يكن عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان خيرا لفعله وإنما جرى ذلك لعائشة ولعذر ولهذا قيد العلماء العمرة بعد الحج لمن كان له عذر وليس أن يكون ذلك مشروعا للجميع والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل غاة ترسل قادم إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر